موسيقى خليلا نكفي بالفصل الثالث ونحكي عن سوق النقد والاستثمارات المتاحة في سوق النقد عادة الأسواق المالية تقسم إلى ثلاثة أنواع سوق رأس المال سوق النقد سوق المشتقات ونحكي عن ثلاثتهم بهذا الفصل بس على هذه الصفحة نحكي عن سوق النقد سوق رأس المال يتم تداول فيه الأسهم والسندات سوق النقد يتم تداول فيه السندات أيضا موسيقى في سوق رأس المال يتم تداول سندات الطويلة الأمد نقول طويلة الأمل أو طويلة الأجل نقول نحن أنى عمر هذه السندات طريق استحقاقها أكثر من سنة فنحكي عن السندات واستحقاقها في هذا الفصل بعد شوي في سوق رأس المال تجد أو تستثمر أو تتداول سندات طويلة الأجل التي عمرها أكثر من سنة مدته أكثر من سنة وفي سوق النقد يتم تداول السندات القصيرة للأجل يعني عمرها سنة أو أقل في أكثر الأحيان أقل من سنة في معظم الأحيان ثلاثة أشهر ثلاثة أشهر هذه عمر السند طريق استحقاقه يعني من تاريخ إصداره إلى تاريخ استحقاقه عمر السند يكون ثلاثة أشهر بس ممكن يوصل للسنة هذا هو سوق النقد سوق النقد هو سوق استثماري يمكنك الاستثمار فيه على المدى القصير عادة بيكون قليل المخاطر رح نحكي عن خصائصه سوق المشتقات تجد فيه عقود المشتقات مثل عقود الخيارات أو العقود المستقبلية والعقود المتبادلة والسوابس وهلو مجر نحن نحكي عن مشتقات بعد شوية في هذه الصفحة نحكي عن سوق النقد سوق النقد هو سوق لمن يريد الاستثمار على المدى القصير عادة الأسهم والسندات طويلة الأمد هذه تأتيك بالعائد ولك على المدى الطويل طبعا نحن هنا ما نحكي عن المضارب يلي بيشتري اليوم وبيبيع الأسبوع الجاي هذا يعتبر تريدر ما رح ندرسه نحن في هذا الامتحان سوق المال سوق رأس المال هو سوق طويل الأمد للمستثمرين طويل الأجل سوق النقد لمن يريد أن يستثمر في المدى القصير خلنا نشوف تفاصيل هذا السوق والاستثمارات التي قد نجدها في هذا السوق أسوق النقد قصيرة الأجل يعني الاستثمارات فيها عمرها أقل من سنة يعني إذا بتلاقي وديعة أو نوع من الودائع في هذا السوق عالة هذه الوديعة بيكون عمرها أقل من سنة يعني بتودع بالبنك وتنتهي فترة الوديعة في أقل من سنة هذا اللي نحن نقصده لمنقول أنه استثمار قصير الأجل أو لما تشتري سند عالة أن يكون استحقاقه بأقل من سنة تصدر بسعر منخفض عن القيمة الإسمية هذا في حالة السندات فلن نحكي عن السندات بعد شوية السند هو استثمار تشتريه من جهة المصدرة عالة أن يكون جهة المصدرة حكومة أو يكون جهة المصدرة عالة شركة مثل هذه الحكومة والشركة تريد الاستثمار في مشروع وتحتاج إلى النقد تحتاج إلى نقول مليار دولار من أين تأتي بمليار دولار تستدين من المستثمرين في السوق عبر إصدار السندات فلما أنت كمستثمر تجي تشتري هذا السند من الحكومة أنت تقردها ومقابل هذا القرد الحكومة لازم تدفع لك ياترجلك القرد بعد كم سنة فوق فائدة سنوية هذا هو السند العادي ولكن السندات في سوق النقد ليس عليها فائدة ولهذا تدعى بالسندات الصفرية صفر فائدة صفر قصيمة في السندات العادية التي عليها فائدة تصدرها الحكومة على قيمة اسمية 100 دولار طبعا هذه القيمة الاسمية ليس هذه القيمة التي تشتريها في السند الحكومة أو الشركة تصدر هذا السند بقيمة اسمية 100 دولار ويتم تداوله في السوق على 103 104 102 حسب الطلب على السند ولكن قيمته الاسمية 100 دولار والحكومة تدفع لك فائدة سنوية على هذا الاستثمار 5% 5% تدفع لك على 100 دولار كل سنة احتقل 5 دولار من الفائدة هذا السند العادي ولكن السندات في سوق النقد صفرية أي ليس عليها فائدة إذا لم يكن عليها فائدة فإذا كيف يستفيد منها المستثمر يستفيد منها لأنها تصدر بسعر منخفض عن القيمة الاسمية يعني عندما تصدرها الحكومة على قيمة اسمية 100 دولار أنت كمستثمر بتجي بدك تشتريها من السوق بتشتريها على سعر 97 تبقيها معك على مدة 3 أشهر مثلا بعد 3 أشهر بتجي الحكومة تسترد منك هذا السند ولكن ما بتعطيك 97 بتعطيك 100 دولار لأنه عند الاسترداد أنت كمستثمر تحصل على القيمة الاسمية فإنت مشتري ب97 وخلصت مدته ويش دل حكومة أخذته منك بس لتردلك فلوسك رجعت لك 100 دولار مش 97 اللي انت شتريت انت ربحت 3 دولار لاحظ أنه هذا ربحك ليس فائدة ليس فائدة ربحك انت عملية شراء ب97 وعملية بيع للحكومة عند الاستحقاق عالمية انت ربحت 3 دولار ليس هناك فائدة هذا السند ذاته فائدة صفرية فلما يجي سؤال في الامتحان ويقول لك هناك سند يتم تدوله على السعر الفلاني مثلا وعليه فائدة 5 دولار فإذا هيدا سند مش بسوق النقد لكن انت مجرد بلاش تحكي عن سند ذات فائدة فان هذا السند سيكون في سوق رأس المال وليس سوق النقد نحن لهذا الامتحان اجب بالهذا الامتحان اما اذا قال لك السؤال هناك سند يتم تدوله على السعر الفلاني وليس عليه فائدة ويتم تدوله بأقل من 100 دولار في هذا الامتحان ب Valentipe تعتبر ان القيمة الاسمية 100 دولار طبعا في الحقيقة قد تختلف لكن في هذا الامتحان اسألة امرت في SISI القيمة الاسمية لسندات 100 دولار يتم تدول هذا السند على سعر 97 دولار وليس عليه فائدة هذا معناته أن هذا الاستثمار في سوق النقد هذا السند في سوق النقد فإذن السندات الصفرية أي ليس عليها فائدة قد يتم إصدارها من الحكومة فإذا كان هذا الحال فإنها تدعى بالأؤذون أو يتم إصدارها من الشركات في هذا الحال يتم تسميتها بالورقة التجارية أو أراق التجارية ما الفرق بين الأذون خذون الخزينة والورقة التجارية نفس الشيء نعينتهم سندات سعرهم أقل من 100 دولار على تنسبها 98-98 وليس عليها فائدة الفرق بينهم أن أذون الخزينة تصدر من الحكومة شوفوا كلمة خزينة في هذا الامتحان دائما نربطوها بالحكومة والورقة التجارية كلمة تجارية طبعا للشركات الحكومة ليس التجارية الورقة التجارية هي تصدر من الشركات إثنين أنتم يتم تدولهم بالخصم بالخصم معانيته خصم على 100 دولار أقل من 100 دولار يعني على سعر 97-98 وكذا النوع الثاني هذه من أنواع الاستثمارات التي نجدها في أسواق النقد واتنينتهم من أنواع السندات هناك نوع ثالث من الاستثمارات تجدها في أسواق النقد وهذه الاستثمارات يدع بشهادة إيداع من الاسم ما تشوف كلمة إيداع ربطها دائما في البنوك يعني أنت البنك بدأت تودع في البنك بيجيب البنك بيعطيك شهادة في هذه الشهادة بيحط مثلا نقول أنت أو دعت في البنك قيمة مليون دولار في هذه الشهادة اللي بتحصل عليها من البنك بتقول دفع قيمة مليون دولار لحامله لحامله ما تقول لحامل هذه الشهادة هذه الشهادات ليس عليها اسم شوفوا كلمة هون لحامله أي بصيغة لحامله يعني هذه الاستثمارات على فكرة وليس فقط الشهادات الإيداع جميع هذه الاستثمارات الأربعة اللي شايفها أنت ودون الخزينة والورقة التجارية والشهادات الإيداع والكنبيالات التجارية كل ايتهم تصدر بصيغة لحامله أي ليس عليها أي الشخص الذي يحمل هذه الشهادة يمكنه صرفها والحصول على النقد يعني أنت كمستثمر روحت أو دعت في البنك حصلت على شهادة الإداع وضيعتها في الشارع عمت أنا شفتها في الشارع ولميتها خلص أنا المالك الآن أنا فيني روح على البنك وأدم له هذه شهادة الإداع وأحصل على مليون دولار أنت أو دعتها فبدل لك الشهادة ادفع مليون دولار لحامل هذه الشهادة طبعا لحظوا الكلمة هون فائدة ثابتة وهذا النوع من الاستثمارات كسر القانون كسر قانون أسواق النقد ليش؟ لأنني أتلك أن أسواق النقد لا تدفع فائدة وهذا السؤال يجب الامتحان أي من الاستثمارات التالية في أسواق النقد تدفع فائدة؟ الوحيد في أسواق النقد تدفع فائدة هي شهادة الإداع جميع الاستثمارات الأخرى في أسواق النقد لا تدفع فائدة إذا قامت قيمتها الاسمية 100 دولار فأنك ستشتريها بـ 97 فرق بين السعرين ربحك أنه ليس تدعي لها فائدة فأنت ربحك بيجي من أرباح الرأسمالية فرق بين عملية الباع والشراء أما شارات الإداع فأنها تصدر من البنوك وعليها فائدة ثابتة وهذه الشهادات بشكل عام يتم تدولها لأن نفترض أنت أوضعت مليون دولار نقول مثلا بعد 6 أشهر تحصل على 5% قل بعد فترة شهرين أنت احتشد إلى مليون دولار ما رح يعطيك يون البنك تخذ هذه الشهادة وتبيعها بالسوق فاللي بشتريها منك هو هو اللي بست من مليون دولار بتبيعها طبعا بسعر بسعر يناسب يلي بشتريها منك بيعرف أنه رح يحصل بعد كم شهر على مليون دولار من البنك وخمسة بالمئة من الفائدة تتفوا أنتويا على السعر طبعا هناك عملية حسابية لحساب السعر جميع هذه الاستثمارات الأربعة يتم تداولها في أسواق النقط كلها إلها أسعارها الوحيد اللي فيها اللي بيعطيك فائدة هي شهادات الإداءة أو بالإنجليزي CD Certificate of Deposit النوع الرابع من الاستثمارات هل ما بيجيب الامتحان قليل جدا ما يبين وفيكن تغض نظر عنه الكنبيالات التجارية كمان كلمة غريبة جدا الكنبيالات هنا نعم نوع على الفواتير فاتورة فاتورة تجارية شحن بضاعة واحد بليف على الثاني فانت نفطر عندك فاتورة وفاتورة بتقول ادفع للفلان أو ادفع لحامل هذه الفاتورة مليون دولار مقابل سلعة أو خدمات أو شو ما كان وعندك شخص حامل هذه الفاتورة لأنه صاحب هذه السلعة وبدي يسلم كاش نقط من طرف تاني طبعا احتاج هذا النقط وما فيه ينطر فيه يخذ هذا الفاتورة ويروح يبيها بالسوق يا من أنواع الفواتير أو أنواع الشكات كمان لحامله ما تنسوه لحامله أي ليس لديها اسم من مكان حامل هذه الفاتورة بس يجي وقت الدفع هو رح يقبض الدفع تصدر من الشركات لأنه كلمتها تجارية تصدر من الشركات وأيضا متداولة بالخصم شهادات الإداء ليست متداولة في الخصم شهادات الإداء إذا أنت أو دعت مليون دولار ورحت بك تبيع هذه الشهادة مستحيل تبيعها بأقل من مليون دولار رح تبيعها بأعلى من مليون دولار ليش؟ لأنه رح يشتريها منك رح ياخد خمسة بالمئة من فائدة بعد ستة أشهر أو تلاتة أشهر ف انت رح تبيعها بأكثر من مليون دولار رح تقل له انت يا فلان انت رح تسلم مليون دولار بعد تلاتة أشهر فوقهم حتصب عليهم فائدة 35% يعني انت رح تسلم مليون وخمسين ألف دولار بعد نقول شهرين أو تلاتة كم بدك تشتريها لهاشي هذا مني؟ بيلك أنا بشتريها منك مثلا مليون وعشرين ألف وبتبيعها إياه انت اشترها منك مليون وعشرين بعد كم شهر هو سيقبط مليون وخمسين من البنك إنه ربحت ثلاثين ألف وإنتا بتكون ربحت لعشرين ألف لأنك أنت أودعت أصلاً مئة ألف هذه العملية متوجع ناسكم فيها اعرفوا الأربع أنواع من الاستثمارات أو الأوراق في أسواق النقد اللي سوء الحظ أسواق النقد والاستثماراتها من أذول الغزينة والورقات التجارية وشارة الإداء مش موجودة عندنا بالعالم العرب كتير وبتلاقيها فقط بين المصرف المركزي المركزي سنترال بانك والبنوك يعني بتلاقيها فقط بين المصرف المركزي والبنوك نحن كمستثمرين ما عنا طريقة للدخول في أسواق النقد في العالم العربي بس برا في بريطانيا وأمريكا وأوروبا فيك تدخل أنت كمستثمر كمستثمر عادي فيك تدخل في هذه الأسواق شوفوا هون شو ميزات أسواق النقد يمكن أن تكون أدوات سوق النقد بديلا عن الأسهم والسندات للتقييم من التقلبات والمخاطر عادة لما واحد يستثمر بالأسهم وهذا أكبر مشكلة بالأسهم تلاقي الأسعار وتتذبذب كتير بتطلع وبتنزل بتطلع وبتنزل أسعار كتير للأسهم وهذا بيحط تقلبات بالمحفظة شو بيعمل المستثمر بدل عن الأسهم فقط بيزيد عليها شوي من أذون الخزينة أو شوي من شهادات الإداءة هذه الأذون الخزينة وشهادات الإداءة بشكل عام لا تتذبذب سعرها عادة بيكون ثابت أو يتغير قليلا شوي شوي يزبيتذب فلما أنت تزيد هذا يعتبر بشكل عام عنده اتزان تزيد أنت هذا الاستثمار اللي هو سوق النقد الأذون والورقة تزيدها على هذه المحفظة معاش هذه المحفظة بتصور شريدة التقلب بتخف التقلب في المحفظة ليش؟ لأنك أنت معاش عندك فقط أسهم أنت في المحفظة صار عندك مزيج من الأسهم الشريدة التقلب وأذون الخزينة أو ورقة تجارية هي قليلة التقلب بيجيب لك شوي من الاتزان في محفظتك هذا إن شاء الله سنركز عليه كثير بالأفصل السابع يمكن أن تكون أدوات سوق النقد ملاذا مؤقتا للأرصد النقدية نقول أنت عندك مليون دولار إن شاء الله ومش عارب شو بك تساوي فيهم حاليا البورسة الأسهم فيت بفترة صعبة جدا والأسعار عم تنزل وفيه مشاكل كبيرة جدا مثلا نقول فيه حروب أو فيه تضخم أو فيه مشاكل اقتصادية أو شو ما كان وإنت خايف تحطها بأسواق النقد لأنه جريدة المخاطر ومبدأك تحطها بالبنك البنك عم يعطيك فقط لنقول 1% سنويا أنت عم تأخذ من البنك 1% وإنت بتعرف أنه التضخم بالبلد مثلا 3% لو أنت حطتها بالبنك بطلع أنت خسرها في آخر سنة 2% فما بدك البنك وما بدك الأسهم ومفك تحط المليون دولار سوق النقد ممتاز أنك أنت تحط استثمارك لفترة معينة 3 شهور 6 شهور سنة إلى حين تكون قرارت شو بارك تساوي فيهن على المالة البعيد بس في عندها مشكلة سوق النقد مشكلتها أنها تتطلب عادة رأسمال مرتفع يعني هذا 100 ألف دولار و50 ألف دولار و20 ألف دولار ومثلا نحن الصغار 5000 دولار استثمارات ما حدا بتطلع فينا فلا يمكن للأفراد الوصول إليها ليش؟ فكر فيها الحكومة مثلا أو الشركات لما تصدر أذون الخزينة مثلا أعطيكم مثلا عن الحكومة البريطانية الحكومة البريطانية لما تصدر هذه السندات أي عندما تريد أن تقترض تصدر سندات هذه القصيرة الأجل بقيمة 5 مليار سترلينة 5 مليار سترلينة تصدرها بشكل عام أسبوعين على فكرة هذا السؤال يجب الامتحان أيضا نذكرنا هذا السؤال إجا سؤال مش عن الحكومة البريطانية الحكومة الأمريكية ولسني بيجبهوا بعض كتير الحكومة الأمريكية تصدر أذون الخزينة يجب سندات قصيرة الأجل ممتاز أديش عمرها عارة هذه السندات أي من الفترة التي يتم إصدارها إلى الفترة التي يتم استحقاقها وتاريخ انتهاءها كم هذه الفترة كم طولها عادة تلكم يكون طولها ثلاثة أشهر عادة ثلاثة أشهر هي أقل من سنة بس عادة ثلاثة أشهر ثلاثة أشهر هذا عمر السند السؤال يجب الامتحان هو كل أينتة كل متى تصدر الحكومة هذه السندات تصدرها بشكل أسبوعي تصدر أذون الخزينة بشكل أسبوعي أو أسبوعيا بشكل أسبوعيا أسبوعيا لعمر ثلاثة أشهر فلما تيجي هذه الحكومة كل أسبوع تصدر خمسة مليار دولار من السندات ما عندها وقت تيجي تبيع كل مستثمر الأفراد تغطيني أنا خمسة ألاف دولار وتعطي الفلان الفلينة عشرين ألاف دولار بدهم والله عشر سنين لا يبيعوا خمسة مليار دولار ولهذا السبب الحكومات والشركات لما تصدر هذه السندات تصدر هذه الأذون والأوراق التي تجيها تصدرها بكميات كبيرة جدا وليس لديها وقت أن تبيع الأفراد فلما من تبيعها؟ تبيعها للبنوك فهذه السندات عندما تصدر تباع للبنوك ليش؟ لأن هذه البنوك بيجي خمسة بنوك كل بنك بيشتر بمليار مليار دولار مليار باوند أو مليار دولار خمسة بنوك اشتروا خمسة مليار خلص انتهى الموضوع فعندما تصدر هذه الأذون والأوراق المارية وشهادات الإداءة بشكل عام تصدر بأعقام كبيرة جدا وتصدر للبنوك والشركات أو المستثمرين المؤسساتيون ولهذا فلا يمكن الأفراد الوصول إليها بس في حل خلينا نشوفه بالصفحة الثانية في هذه الصفحة نحن عم نقول الحلول المتاحة للمستثمر الفرد الذي يريد أن يدخل في سوق النقد نقول الحكومة أصدرت سندات أو أذون أصدرت أذون بقيمة خمسة مليار دولار هذه الأذون عالة تباع إلى البنوك أو المستثمرين المؤسساتيون خمسة مليار نقول البنك ألف اشترى مليار والبنك باء اشترى مليار والبنك جيم اشترى مليار فأنت عندك البنك ألف خلينا نعطي اسم نقول سيتي بنك سيتي بنك اشترى مليار دولار من هذه السندات الحكومية القصيرة الأجل اللي عمرها 3 شهر سيتي بنك رح يعرض هذه السندات إلى عملائه أول طريقة بيعرضها عليهم هي من خلال حساب توفير حساب توفير بتجي بسيتي بنك بتقولك أنت كمستثمر فيك توضع في حساب التوفير لنقول مئة ألف دولار طبعا سيتي بنك عندها مئة مليون عميل من هالمئة مليون نفترض مليون أوضع في حساب التوفير مئة ألف دولار هيك سيتي بنك بتقدر تدفع المليار دولار للحكومة لهذه الأذون هذا حساب توفير الفائدة التي أنت كمستثمر ستحصل عليها على هذه المئة ألف دولار تأتي من ربح سيتي بنك على هذه الأذون سيتي بنك اشترى مليار دولار من هذه الأذون وستي بنك يتوقع أن يكون العائد عليه مثلا مليار فاصلة اثنين أربع سيتي بنك سيتي بنك ربحان 20% وهذا طبعا مستحيل في الحقيقة لا يوجد عائد 20% بس ندلت قصيرة الأجل سيتي بنك ربحان 20% من الحكومة سيتي بنك عرض عليك أنت كعميل حساب توفير أنك توضع هذا الكاش بيأخذ منك الكاش وبيدفع الأذون وبيعطيك على الحساب التوفير 5% فائدة بيأخذ فلوسك وبيروح على الحكومة وبيشتري فيها الأذون طبعا فلوسك أنت 100 ألف دولار على مليون عميل تكفي الفرق بين اثنين ربح سيتي بنك من هذه العملية طبعا هذه أرقام هذه خيالية بس نشرح الموضوع حساب التوفير هذا ممتاز عملية ممتازة لك أنت كعميل تفتح حساب توفير عادي 100 ألف دولار العائد اللي بتحصل عليه مرتبط بهذه الأذون أنت بطريقة غير مباشرة ربحت من هذه الأذون مع أنك مش أنت اللي اشتريتها أنت حطيت الفلوس بالبنك البنك رأي اشتراها نيابة عنك وأعطاك العائد عليها بشكل عام بشكل عائد إذا بدكن أرقام حقيقية الأذون الحكومية تعطيك عالة في السنة حوالي 2% والبنك بيعرض عليك عالة حساب التوفير عالة 1.8% والفرق بين 2 0.2 هو ربح البنك بشكل عام هذا أقرب إلى الواقع حساب التوفير هذا ممتاز ليش لأن معظم حسابات التوفير في معظم الدول حول العالم مؤمنة من المصرف المركزي شو معنات مؤمنة معناته إذا ونهار سيتي بنك أنت كمستثمر إيدعاتك محمية تأخذها من المصرف المركزي مثلا في أمريكا أنت محمي إلى حد 250 ألف دولار فإذا سيتي بنك نهار وهذا الحساب التوفير اختفى فإن المئة الأفضل التي استثمرتها في هذا الحساب فنكستأخذها من البنك المركزي هون نحن نقول حسابات سوق النقط يليل حسابات التوفير محمية من البنك المركزي بس المشكلة بس المشكلة فيها أنه عادة أنت تطلب حد أدنى عالي شفت هون طلبوا من المستثمر على القل 100 ألف دولار عادتين في بعض الحسابات تطلب 500 ألف دولار 200 ألف دولار مليون دولار وهذه قيمة كبيرة للمستثمر العادي فميزات حساب التوفير أنها محمية من البنك المركزي ولكن سيئتها أنه تحتاج إلى حد أدنى عالي بشكل عام 100 ألف دولار وما فوق أن الواحد يستثمر فيها شو الحل الثاني اللي سيتي بنك ممكن تعطيه للمستثمر الفرد العادي يلي ما عنده 100 ألف دولار ومليون دولار يلي عنده فقط 500 دولار أو 700 دولار أو ألف دولار بيجي سيتي بنك بيعرضوا فكرة تانية على المستثمرين الفقراء لمتلك بيقولوا عنا صندوق نحكي إن شاء الله عن الصندوق الاستثمارية في الفصل القادم الفصل الرابع عنا صندوق استثماري الصندوق الاستثماري عادة عندك العديد من المستثمرين كل واحد بحط فلوس عادة قيم صغيرة بتكون بس أرقام كبيرة من المستثمرين كل واحد بحط قيم صغيرة ويمتلع هذا الصندوق وبصور فيه طريبا نقول هذا الصندوق وصور فيه مليار دولار هذا مليار دولار جاء من هذا المستثمرون الصغار الصناديق الاستثمارية هي طريقة ممتازة للاستثمار أنا بشجعكم عليها منحكي عنها أكثر بفصل قادم أنت كمستثمر لما تستثمر بصندوق تحصل على سهم أنت كل ما تحط فلوس في هذا الصندوق البنك بيعطيك سهم أنت لست مودع أنت لست عميل أنت مستثمر أنت مساهم كلنا حطينا فلوس بقل بهذا الصندوق سيتي بنك أخذوا الفلوس ورحوا اشتروا فيهون الأذون أرباح هذا الصندوق مطابقة لأرباح الأذون وتتوزع لنا كلنا كمستثمرين ممتاز شو ميزات الصندوق لماذا قد أختار أن أستثمر في صندوق أو أن أستثمر في حساب التوفير اتنينتهم عنده نفس العائد نفس الأرباح واتنينتهم من سيتي بنك الصندوق الميزاته أنه المتطلب المبلغ المطلوب عادة أن يكون قليل جدا مئة دولار فيك تفوت فيه بتحط مئة دولار وبيعطوك سهم واحد بدك سهمان بتحط مئتين دولار فالمستثمر اللي عنده الأسماء الصغير يفضل الصندوق هذه ميزاته الصندوق الحد الأدنى للمراد استثماره عارة ما يكون صغيرا فأنه متاح لجميع المستثمرين بشو مشكلة الصندوق ما عنده أي نظام حماية من البنك المركزي لأن البنك المركزي فقط يحمي المودعين البنك المركزي لا يحمي المستثمرين لا يحمي المساهمين ولأن هذا الصندوق أنت لما تشتري استثمر فيه أنت عم تاخد سهم فأنك مساهم وأنت لست مودع فأنك لست محمي من البنك المركزي فهذا الفرق بين حسابات سوق النقد وليه نوعان من أنواع الاستثمارات المتاحة للمستثمر العادي الذي يريد أن يدخل في سوق النقد حسابات سوق النقد هي حسابات توفير أو حسابات إداء بساكر عام متطلباتها تكون عالية 200 ألف دولار أو 200 ألف دولار ولكنها محمية من البنك المركزي حسابات سوق النقد وصندوق سوق النقد نينيتهم عائداتهم بتكون شبيهة ببعضها لأن عائداتهم مرتبطة في هذا الاستثمار في سوق النقد فلماذا قد يفضل بعض المستثمرين الصندوق وليس الحسابات لأن الصندوق عندها حد أدنى أقل من حسابات سوق النقد ولكن سيئاتها الصندوق أنها ليست محمية ليست محمية من برنامج حماية الوداءة من البنك المركزي فالذي يريد أن يستثمر في سوق النقد وعنده رأسمال صغير فالطريقة الأفضل هي صندوق سوق النقد ترجمة نانسي قنقر